رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعطي الضوء الأخضر لعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب الرياضية المفتوحة اعتباراً من ثاني دجمبر المقبل بما في ذلك مباريات الدور الإنجليزية الممتاز لكرة القدم الحكومة البريطانية حددت عدد الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع كحد أقصى أو خمسين بالمئة من الطاقة الاستعابية للملاعب وذلك في المناطق الأقل تضرراً من تفشي فيروس كوفيد-19 بما حدد العدد الأقصى بألفين متفرج أو نصف المنعب في المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء وستبقى المناطق مقفلة أمام الجمهور بالكامل في المناطق المصنفة الأكثر تضرراً في البلاد حتى إشعار آخر الحكومة حددت أيضاً العدد الأقصى للجمهور في الملاعب المغلقات من المنطقتين الأولى والثانية بألف مشجع ويجمل ذلك المسارح والقاعات المخصصة للحفلات الموسيقية أو مؤتمرات الأعمال ويرتقب أن يكشف جونسون بالتفصيل عن خطته للقيود المحلية التي ستفرد في مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 لتحل محل الإغلاق في إنجلترا اعتباراً من أوائل دجمبر المقبل والتي تستند أساساً على تكثيف الفحوص الطبية